قريت كده قصة على جروب من الجروبات وحكيت القصة على صفحتي وعمل التفاعل رهيب قولنا ما بيدهاش بقى نيجي نحكيها هنا يعني واحدة باختصار شديد بتحكي انه هي اطلقت وكان عندها ولد وبنت في رقابتها فالولد والبنت مش عارفة تصرف عليهم وطبعا جوزها بيطلق وبيرمي ومخلف قطط في الشارع المهم يعني ما صرفش عليهم فهي منهارة وبطاية وبتشتكي مر الشكوى فصحبتها اقترحت عليها ان في راجل كبير في السن مش كبير قوي عنده 62 سنة ممكن ايه يتجوزك ويصرف عليك ويشيل الليلة كلها بالعيال بكده قالت تضحي بقى وتروح بما انها مش لايه تصرف على عيالها ولا على نفسها طيب هتروح تبص على الراجل ده وتشوف بتبص عليه لقيته ما شاء الله بصحته وشكله حاجة و40 سنة مش حاجة و60 سنة ولا حاجة ايه وشيك ولرج وبتاع وقال لها هديك مهر 100 ألف جنيه وهجيب لك دهب وخلي عيالك يسيبوا المدرسة اللي هم فيها المدرسة الحكومة هنقلهم لك مدرس لغات وتعالي وهتعيشي عيشة فلة وحلوة وبتاع وجاب لها دهب وجاب لبنتها دهب ولقيته راجل يعني مش عايز يعمل معها حاجة قالت الأدب ولا كده لا استني ما نكتب الكتاب وبيعمل بنتها باحترام راجل يعني ايه كويس وما فيش حاجة فوافقت خلاص اتجوزته ذكرت كتير قوي انه الراجل عفني عندها 35 سنة ولقيته يعني صحيا وبدنيا كويس وبتاع وهو طبعا قال لها القصة المعتادة العادية ان الزوجة الأولى عجوزة ومكحكحة وتعبانة وأمراض الدنيا ركباها وانه هي ما تنفعش خالص وهو بصحته كويس وشاب وبتاعه عايز يتجوز حلال ربنا وكده ماشي تمام أهلها عارفوا قال لها اقولي لأهلك عادي وتعاملي عادي بس انا مش هقول لمراتي وعيالي خلاص خلاص عاشت سنة طايرة وأطير وأرفرف في السماء لغاية ما وقعت على جدور رقابتها فجأة صحيت منهم قال لها لا 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 انا هطلعك هي ما ساعتلوش يعني هي ما راح تلوش ده هو اللي بيدور على عرائي الصغيرين قال لها لا انا هطلعك ومش عايزة كامل ليه عمل حجة انا عملت ايه سيبني عيش انا مبسوطة ودعيالي حبوك قال لها لا 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 ولادي عارفه ومراتي عارفت ولازم اطلقت جات بنته كلمتها في التليفون قالت لها ايه بقى قالت لها لا لا لازم تطلقت لهم طب سيبوني عيش قالت لها لا واحنا بابا بعد العمر ده كله والشقة والشغل والفلوس وكده يروح يتجوز لنا عيالة صغيرة ويخلف منها عيل ويدخل معنا في الورث قالت لها لا لا امضلكوا على ورق ان انا مش هخلف وان انا مش عايزة حاجة وما تكتبونيش بس سيبوني عيش قالوا لها لا انت يعني ده احنا طلقنا بابا يجي مليون مرة ده كل ما يقابل واحدة صغيرة يتجوزها هتبقى اغلى عندنا من بنت خلت بابا ده اتجوز بنت خلت وطلقنا منها برضو هو كل ما اتجوز واحدة بنطلق افتكرت فيلم رجل فقد عقل وبتاع عدل امام وإكرام يما قال له ايه كل ما بابا هي هتجوزها لك قال له انا بلعب في الاحتياطي هو كده المهم يعني ايه اتطلقت وهي البيت بقى منهارة تتحيل عليه تقول بازن عليه عايزة ارجع له قال لها خلاص انسي انت ما فيكيش غيعيب انا خلاص قفلت عليك فالفكرة الفكرة بقى من كل ده طبعا البنات بس بتتغر والفلوس بتزغل للعين بس فلوس ايه فين يعني طبعا فجأة العيال خرجتهم من المدرسة المية الف جنيه اللي هو الدهالها مهر دي ما عرفتش تجيب بيها ربع شقة ما عرفتش تجيب حاجة راحت قعدت في حتة شعبية المهم يعني ايه زي ما طلقت لسبع سماء وقعت على جدور رقابتها المهم يعني خلاص احنا النهاردة عايزين نتكلم عن الراجل المزوج ما هذا ما هذا الكده مان انت ليه يا سعدتل بيه ليه كده ليه بيمشي يعني يعني قالت لك تجاوز مليون مرة بعترفه ولاده وفكرة انه يقهر الستات الصغيرين اللي هو بيتجاوزهم هو طبعا بيخش عليهم وبرضو انا بكرر هي دي مش خربت بيوت هي كتقعدة في بيتها هو دا لدرجة انه بعت لها صاحبتها هو اللي استادها ويدا لصاحبتها 40 ألف جنيكا دو هدية على سبيل انها اقنعتها فالراجل يعني اي اسرة او كده بابا هو السبب حبيبي مش اي حد بيروح يخطفه هو اللي عايز يتخطف فيعني ايه الراجل المزوج انا عايز افهم بس يا هو الراجل المزوج ده ممكن بيبقى فيه نوع من انواع الاضطرابات النفسية خلينا نسهل على الناس ونقول لهم نصاب الكاريزمة ايه نصاب الكاريزمة ده انا بشوفك خلاص انا عايزك دي لعبة وانا شبطان فيها هدفع فيها اي تمل واخدها وبعد ما اخدها وافرح بيها شوية يا رمية خلاص مش عايزها تمام هو بيدخل عليها بايه بانه راجل شيك وشكله حلو وصحيته حلوة وعارف احتياجاتك كويس اوي عارف ان انت وقعة من الطيارة فمحتاجة فلوس ومحتاجة تعودي في حتة كويس اويوي هديكي كل ده وهو لما حيطلقها مش شايف ان هو ظلامها اصلا لانه هو مش في دماغه خالص كسر الخواطر ولا النفسية ولا الست اللي هتتبهدل ولا العيال اللي تعودوا على حاجة ويرجعوا الحاجة اسوأ منها هو في دماغه انا اديتها تمن ده وعاشت معايا سنة محترمة وخلاص اشوف اللي بعدها تمام اساسا ده دعاء ما بيستكفاش يعني هو نفسيا في حاجة نقصها في حاجة دايما عايزها دايما شبطان ده اللي متلاقيه من وهو صغير كده خالص اي حاجة يشبط فيها يجيبها عشان يبطل زن عارفة في عيال كده لما يشبط في حاجة تجيبها له عشان يبطل زن وعياله عارفين مع عياله عارفين ومتعودين وهما بيدولوا الفرصة بتاعته سنة طب من الاول خالص انتوا عارفين طبع بابا خلاص نمنعه بقى نمنعه بس هو واضح انه هو يعني الموضوع هو مش بيقف يعني الموضوع يعني واحدة طلقها هياخد التانية وولادي مش هيوافقه وولادي مش هطلقها واخد الرابع واخد الخمسة اتلاقي مليون مرة ده لو لقى قطة في الشارع هيجوزها ايوة لان هم عارفين ان ابوهم عنده اطراب شخصي معين اطراب نفسي معين احنا في بداية الخلق يا جماعة ربنا خلق حوى لآدم علشان تؤنسه في وحشته حوى واحدة واحدة ما هو ربنا كان قادر يخلق له أربعة طيب حتى التعدد يا دعاء ليه أسباب وليه شروط مش عمال على بطال طيب هي غلطت في ايه هي طبعا الموضوع مزغل ملعلط كده ملعلط حاجة بتبرق كده من بعيد وهي فتصانة ما مش لقي أتأكل عيالها او مش لقي أتصرف فما صدقت انه جالها كم التعليقات اللي جاتلي مزعلنين مني ان انا بغلطة الراجل زعلنين لدرجة انه غل بقى راهيب في التعليقات طيب يا رب جوزك يجاو زعالك يبقورينا هتعملي ايه الغل ده ان شاء الله انت المهم ايه يعني اقصد انه ايه طبعا لازم تغلط الراجل يعني هما فيه ناس على طول الخط مش مهم الزوجة التانية هي اللي غلطانا وهي تقبل ليه وهي تعمل ليه طيب هي غلطتها هل هي كان لازم تسأل عليه وتدور لانه الاهل يعني بيفرحوا بالزغلالة دي وما بيسألوش برضو وبيتحروا الدقة هتديكي مثال كده بسيط يا ده عشان نوصله للناس دايما الاحتياج الشديد هو اللي بيدفعك لسلوك الناس بعد كده بتغلطك عليه بس محدش عاش الوجع ده بمعنى حد جعان جدا وما تعودش يأكل نفسه دايما مستني حد هو اللي يأكله فأول ما هيلاقي حدها هيأكله هيجري وراءه هي عندها احتياج شديد جدا هي مش عارفة تعيش في الحياة الوحدة هي مش عارفة تصرف على ولادها هي مش عارفة تعيش كويس فأي حد هيشور لها بتزديد الاحتياج ده لازم هتندفع وراءه طيب الراجل غلطان أغلطان لأن حضرتك ما بتتجوزي علشان تعف وحدة أو علشان مثلا زوجتك عندها مشكلة فأنت بتشوف وحدة تانية علشان تغض بصرك لا ووضح أنه هو بيزهق برضو لأنه يعني هو مش بيحب مثلا فلنا دي فخلاص أنا هتجوزها ودي بقى هتبقى تجوز تلعب لا هو راجل زهوق وعجبا اللعبة ومع فلوس كتير فمش مشكلة يعني وبعدين هيقولك إيما هي استفادت خدت لها مئة ألف على كم حت الدهب خدت لها مئة ألف لا ده كمان بقى بيستعمل بس تكسرت ما هيدي المصيبة إن الراجل بيستعمل بروكورز اللي هم سمسرة أنت روح تديت فلوس لصحبتها عشان توقعها معاك فده ما بقاش جواز طبيعي دعاء ده بقى فعلا اضطراب نفسي شديد